بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أستاذ مساعد دكتور أشرف محمد علي بنقدم النهاردة فيديو من خلال قناتنا على اليوتيوب الفيديو ده أتخاص بإمكانية التأكد من المجلة اللي حنشر فيها هل هي مجلة قوية لها معامل تأثير ولا ملهاش معامل تأثير يعني باخد زي كده هستوري عن المجلة اللي أنا حنشر فيها البحث بتاعي طبعا زي ما احنا قدامنا كده على الشاشة ظاهر موقع معين أنا داخل عليه طبعا أنا حتطولك فيه الموقع ده خاص بيه المجلات اللي موجودة تابعة لدار النشر اللي هو تومسون رايترز تومسون رايترز دوت هو بيحط لك اللي هو المجلات اللي ليها امباكت فاكتور امباكت فاكتور يعني ليها معامل تأثير طبعا المجلة ما يكون لها معامل تأثير تبقى تكون لها ايه تعتبر رانكت او تعتبر مجلة ايه من المجلات القوية اللي ان انت المفروض ممكن يعني عادي انك انت تنشر فيها فبالتالي انت دلوقتي لو في مجلة معينة انت يعني عايز تتأكد هل هذه المجلة كويسة ولا مش كويسة او انا انشر فيها ولا ما انشرش فيها فالمفروض انك تدخل على هذا الموقع طبعا زي ما قدامك كده في الموقع بنشوف كده فيه سيرش جورنالز وفيه ماتش اه منسكريبت طبعا زي ما احنا شايفين كده وفيه عندك وفيه عندك وطبعا فيه لوجين تقدر انك تلوجين وفيه عندك اه طيب اه دلوقتي عندي اللي هنا الجزئة المهمة عندي اللي هي سيرش ريزلت يعني فيه عندي زي كده خانة اقدر اكتب فيها اهي الخانة ديت اللي انا اقدر اكتب فيها اسم المجلة بتاعتي او الاي اس اس ان بتاع المجلة عشان اشوف لو المجلة دي متواجدة عندي داخل هذا الموقع يبقى يبقى كده المجلة دي تعتبر من المجلات القوية اللي انت ممكن انك انت تنشر بيها باطمئنين طب هنكتب مثلا اسم مجلة كده عشان نشوف هذا الكلام مثلا فيه مجلة حد قال لي عليها مثلا اسمها ايه ولو يكن هكتب هنا اسم المجلة مثلا ولو يكن ويلفينيا مثلا اهي عندي مجلة كده عايز اتاكدوه سيرش جورنلز يعني بنعمل عملية سيرش اهو هنا بيسيرش عليها اه طلع طلع لهي المجلة وطلع للاي اس اس ان بتاعتها طبعا انا لازم برضو بقعرف الاي اس اس ان بتاعت المجلة ده زي خاصص بالمجلة لان في مجلة ممكن تكون بنفس الاسم لكن ما تاخدش نفس الاي ايه الاي اس اس ان فطبعا من الواضح قدامي ان المجلة موجودة يبقى هزي المجلة وطبعا هنا اه كاتب الويب اوف ساينس كور كوليكشنز اللي هي ساينس اه سيتيشن اندكس اكسباندد وطبعا هنا اه اديشنل ويب اوف ساينس اندكسز في مكتوب هنا عندي البيولوجيكا الابستراكتس اه وبي اي او اس اي اس بريفيو اسينشال ساينس انديكيتورز اه طبعا هنا تقدر تشير هزي الجورنل لو عايز تشيرها لحد معين وتقدر انك انت تفيو الايه البروفايل بتاعته يعني في داتا كتير اوي بيبقى مدهالة خاصة بهذه الايه المجلة للتأكد ان دي المجلة فعلا اللي انت بتبحس عنه يبقى ده اول موقع بنتكلم عنه طبعا تابع لتومسون رويترز اللي هو اه دار الناشر فمؤكد ان اي حد بينشر بحثه في مجلة تابعة لدار الناشر تومسون رويترز ده يعتبر من المجلات القوية وطبعا دار الناشر تومسون رويترز ده من الايه اللي طبعا اه طبعا تابع لايه اه اه امريكا طيب تعال نشوف برضو موقع تاني خاص بهذه العملية وهو الايه الاس جي ار اللي هو سينتيفيك جورنال رانكين وطبعا انا كاتب لك برضو الايه الرابط بتاعه في الديسكريبشن طبعا السينتيفيك جورنال رانكين دوت بيكون المجلات اللي تابعة لسكوباس يعني السكوباس دار الناشر بتاعها بيبقى السيفيير وهو الماني فطبعا دي برضو لو انت المجلة اللي حتنشر فيها تابعة ليه السينتيفيك جورنال رانكين يبقى دي تكون من الايه المجلات الايه القوية بالنسبة لنا طبعا هنا هو زي ما احنا شايفين الموقع بيقولك انتر برضو بنفس الطريقة انتر الجورنال طايتل اي اس اس ان اروا بابلش هارني طبعا انا هنا حروح كاتب برضو مجلة معينة والفينية برضو مثلا عايز اشوف هل هي تابعة ليه اسكوباس ولا مش تابعة ليه اسكوباس او لسينتيفيك جورنال رانكين ولا لا لا ودوس اي انتر عادي هو هنا بيبحث عن هذه المجلة دلوقتي هو بيبحث عنها اه 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 وجدتها وكتب لك اه اه الدولة بتاعتها استوريا اللي هي النمسا وكتب لك اه دار النشر الخاصة بيها وهي كده تابعة تابعة المين للاس سينتيفيك جورنال رانكين يعني تابعة لايه اللي هي تابعة لدار النشر السيفير يبقى ايزا انا دلوقتي اه بقولك على اه اه اهم موقعين خاصين بانك انت تعرف المجلة اللي انت هتنشر فيها دي مجلة من المجلات القوية ولا مش من المجلات القوية زي ما انت شايف يبقى فيه موقع اللي هو تومسون رويترز اللي هو حاطط لك الرابط الاولين بتاعه في الديسكريبشن وفيه الموقع التاني الخاص به السينتيفيك جورنال رانكين او اختصار الاس جي ار وطبعا حاطط الرابط بتاعه اه اه عندك في الديسكريبشن برضو اه طبعا برضو في الموقع احنا برضو لو شفنا الايكونز اللي موجودة عندي وجورنال رانكينج اه وكانتري رانكينجز وفيس تولز وهيلب واباوت اس اه فانا لو وقفت اه وقفت هنا على الجورنال رانكينج طبعا هنا عندي بيدي لك المجلات كلها بيدي لك هنا اه الكيو بتاعتها او ممكن تكون كيو تو كيو سري كيو فور الكيو وان دي اعلى حاجة اقل منها كيو تو اقل منها كيو سري اقل منها كيو فور يعني كل مجلة انت اه بتشوفها ممكن انك انت اه تعرف هل هي تابع كيو وان ولا كيو تو ولا كيو سري ولا كيو فور اه فلو هي تابع كيو فور تبقى اقل حاجة لو تابع كيو وان تبقى اعلى اه حاجة الموقع برضو موفر لك هذه الخاصية يعني هنا برضو انت بتحدد السابجكت اريا اللي انت عايز تشتغل فيها مسلا ولو يكن واحد شغال مسلا في الانجينيرينج فبيحدد هنا انجينيرينج وفيه عندنا هنا برضو بيحدد الكاتيجوريز بتاعته يعني ممكن يحدد في السيرش بتاعه ففيه عندنا هنا برضو مثلا الاكتريكال انت الكترونيك انجينيرينج يعني عشان يبقى ايه اه تقل عملية السيرش شوية ويقدر برضو اه في اول طايبس هنا بدل ما يخليها اول طايبس يخلي مسلا هو عيد جورنالز بس ممكن في الكانتريز يسيبها بقى اي تابع اي دولة فهنا مسلا لو عمى اه طبعا هنا اه عمله اه المجلات المعينة اللي تابع ليه الايه الاختيارات بتاعته وممكن اه لو هنا بقى كتب اسم مسلا الجورنال اللي هو بيبحث عنها يكتبه هنا بالاضافة انه هي تابعة للخواص ده اللي هي تابع انجينيرينج تابع ممكن يكتب لو فيه مجلة عارفها تابع هذا الكلام ممكن يكتب هزي المجلة ويشوف من خلالها هل المجلة دي موجودة ولا مش موجودة يعني دي بس بتقللك بس ايه الحاجات اللي انت بتسيرش من خلالها ان انت حددت له المجال اللي انت عايز اه يبحث فيه يعني مش لازم يبحث في كل الايه الحاجات يعني هنا بص البحث قال بقى ستمائة تسعة وعشرين بس ما كان يقدر يبحث فيه يعني مسلا هنا انا دلوقتي محدد انها تكون انجينيرينج تابع والمة جريكا والخترونيك انجينيرينج ومحدد جورنالز فممكن هنا اكتب مسلا ا tools of electroniculeت Helen and communication اي اسم المجلة اللي انت عايز تسيرش عليها وبس محدد الايه التيexلي بيسيرش فيه يعني عشان يئدل للمجال البحث فهنا مسلا هو تابع الحاجات دي اه اه هي ظهرت لي هي اللي هي تابع مجلة هولندية اقدر افتح المجلة اشوف برضو عن هذه المجلة يعني مثلا ايه البيانات فيها هو هو مديني هنا ادي المجلة مديني بتاعتها طبعا هي بيقولي تابع الاس جي ار مديني بتلاتة وخمسين طبعا هنا مديني زي الايه الاحصائيات الخاصة بهذه المجلة يعني كل حاجة تخص المجلة والاس جي ار بتاعتها بوينت فايف ناين طبعا يعني انا تعتبر من المجلات القوية وادي كيو تنين مديني انها كيو تنين يعني مديني كل الديتيلز داخل الايه الاس جي ار بتاعتي يبقى هنا في الفيديو دوت ديرنا ان احنا نعرف اه المجلة بتاعتنا اه قوية او ضعيفة اللي انا هنشور فيها البحث بتاعي من خلال موقعين موقع الخاص بتومسون رايترز والموقع التاني الخاص به طبعا بعد كده هنبقى نشرح اه في فيديو تاني معنى المجلات الخاصة مثلا بتومسون رايترز في ناس حتى تتساءل اه احنا ذكرنا في امباكت فاكتور معين اه للمجلة طبعا انا عايز اعرف الامباكت فاكتور ده اعرفه ازاي فده طبعا هيبقى فيديو اه تاني هنشرح من خلاله اه ازاي نعرف الامباكت فاكتور بتاع المجلة اللي انت هتنشر فيها لكن كده انت الموقعين دول اه من اقوى المواقع اللي بتحدد لك اه هل البحث بتاعك او المجلة اللي انت هتنشر فيها دي قوية ولا ضعيف في سؤال تاني ممكن يكون في اه اه مجلة انت اه تيجي تكتبها تكون موجودة في تومسون رايترز وتبقى موجودة في الموقع بتاع الاس جي ار وممكن انك تبقى في واحدة موجودة في تومسون رايترز ومش موجودة في الاس جي ار اه وممكن اه طبعا المجلة بتنشر فيها خارج اللي اتنين دول يبقى هي مجلة من المجلات الضعيفة ما بننصحش الناس انها تنشر فيها وطبعا كده يبقى انا خلصت اه المحاضرة بتاعتي واخيرا بشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته